اشتركوا في القناة مع إطلاق منظومة للتفاعل بشكل سريم على الإنظار العالمي المتعلق بجدري القردة وميغليميم نرسل أشغال اللقاء الجهوي حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل الذي أشرفت على تنظيمه المندوبية الوزرية المكلفة بحقوق الإنسان ودورة تكوينية للحكام تنظمها العصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء للسباحة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للعصبة للعبة بحضور حكام وحكمات من الأقاليم الجنوبية أهلا بكم على التفاصيل بتعليمات سامية من جلالة الملكة القيد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أجرى عبداللطيف لديهي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثة بمقر هذه الإدارة مباحثة مع الجنرال دو ديفيزيون المختار بول شعبان قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية والذي كان مرفوقا بسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك على هامش زيارة عملين يقوم بها للمملكة المزيد رفقات سلك وجدور أوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبداللطيف لديه والجنرال دو ديفيزيون مختار بول شعبان قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية أكد خلال هذه المباحثات على ضرورة تعميق وتوسيع نطاق التعاون العسكري الثنعي في مجال الدفاع والأمن فضلا عن تعزيز تبادل خبرات والتجارب بين القوات المسلحة في البلدين بهدف مواجهة تهديدات والتحديات الأمنية ولا سيما مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب وأشاد المسؤولان بجهود المغرب وموريتانيا في تعزيز التعاون الإقليمي في غرب البحر الأبيض المتوسط في إطار مبادرة خمسة زائد خمسة دفاع بمناسبة الرئاسة الموريتانية عام 2021 ورئاسة المملكة المغربية عام 2022 وفي نفس اليوم وبتعليمات سامية من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباطة الجنرال دو ديفيزيون مختار بول شابان وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور رؤساء المكاتب المعنية في القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وكذا عضاء الوفد الموريتاني صلط الجانبان الضوء على علاقات الصداقة الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين إثر ذلك ترأس المسؤولان الإجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الموريتانية والتي تمحورت أشغالها حول حصيلة أنشطة التعاون الثنائي برسم سنة 2021 والأنشطة العسكرية المخططة لها لسنة 2022 و2023 والمرتبطة أساسا بمجالات التكوين والتدريب العملياتي والدعم التقني وتبادل الزيارة والخبرات أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمسن الاثنين عن رصد ثلاث حالتين يشبه في إصابتها بمرض جدري القردة دون تجيل أي حالة مؤكدة الحالة الثلاثة المشتبه فيها توجد في صحة جيدة وتحظى بالرعاية الصحية والمراقبة الطبية بعد إخضاعها لتحاليل الطبية اللازمة في انتظار النتائج النهائية ذات الصلة وقد عدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية استراتيجية سباقية للتعامل مع الطورئ والانذارات ذات الصلة بالصحة العامة ووضعت لهذه الغاية منظومة لتفاعل بشكل سريع مع الانذار العالمي المتعلق بجدري القردة المنظومة تقوم بتعرف حالة الإصابة حالة مشتبه فيها حالة محتملة واحدة وحالة مؤكدة وطريقة الرعاية الطبية وكذا كيفية التعامل مع مخلطها أكد الباحث في سياسات والنظم الصحية دكتورة طيب حمضي خلال مروره مباشرة في النشرة الرئيسية أن الحالة الثلاثة المشتبه في إصابتها بمرض جدري القردة التي تم رصدها بالمملكة لا تدعو للقلق وسجل الباحث بأن جدري القردة هو مرض معروف منذ أزيد من سبعين سنة وتتوفر حوله بعطية كثيرة عن كيفية انتقاله وضح أنه ينتقل فقط في حال الاحتكاك القوي بين الأشخاص وتبدل الثياب واستخدام نفس الأغطية والأكل في مكان مشترك وأبرزان مزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعثت بمذكرة للأطباء بشأن هذه الأعراض المذكورة مشددا على ضرورة العمل على اتباع كل الخطوات المقررة فمباشرة بعد منظمة الصحة العالمية أعطيت الإنظار بوجود حالة جديدة ومتفشية في بعض دول جدري القردة وزارة الصحة المغربية وبناء المعطاية العلمية والتوجيهات كذلك بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وجدت نفسها وجدت أطور ديالها وجدت برنامج وطني من أجل التعامل مع هذه الحالات أولا من أجل اكتشاف ديالها شخص ديالها التتبع ديالها وتتبع ديال المخارطين والكسر ديال السلسل العدوى والتعامل معها هذا كان من خلال الإخبار أولا واحدة منظمة دياليقضة ديال أطباء مهنين صحيين في القيطة العام والقيضة الخاص اللي كلهم تعطتهم الدفنيسيون ديال الحالات والأعراض اللي خاصي شخصها وبالتالي من خلال هذا الترتيب ديال حالة مشتبه فيها الحالات المحتملة والحالات المؤكدة كأي مهن صحي كيلقى هذه الحالات وكيعطيهم الوزارة الصحة وكيحلم وزارة الصحة اللي يقدر تحالي ضرورية نأكد بأن اليوم هذه الحالات مشتبهة والحالات المشتبهة باقي المرحلة الثانية الحالات المحتملة وعلى الحالات المؤكدة الحالات الساعة ليست مؤكدة وفي ذات السياق قال ريتشارد بيبودي المسؤول في منظمة الصحة العالمية بأوروبا أن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدر القرادة خارج القرى الإفريقية يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية التقرير المزيد في تقرير التالي الولايات المتحدة تستعد لتطعيم الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بمرضى جدر القرادة مع توقع زيادة أعداد الإصابات ويتوافر لقاحان ضد الجدر يمكن استخدامهما ولدى الولايات المتحدة 100 مليون جرعة منها جدر القرادة قريب من الجدر الذي تم استئصاله قبل 40 عاما لكنه أقل خطور منه وتبدأ أعراضه بحمى شديدة وتتطور بسرعة إلى تفحين جلدي وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن خطر انتشار مرض جدر القرادة بين السكان على نطاق واسع منخفض للغاية لكنه مرتفع لدى مجموعات معينة احتمال الإصابة بالنسبة لعامة الناس ضعيف لكن الاتصال المباشر بالمشبه بإصابتهم أو المؤكدة إصابتهم بهذا المرض احتمال كبير ما نحتاج معرفته هو أن احتمال الإصابة بشكل عام جد ضعيف المسؤول في منظمة الصحة العالمية بأوروبا أعلن أن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدر القرادة يستدعي إطلاق حملات التطعيم جماعية وأوضح أن المرض لا ينتشر بسهولة شديدة بحيث لم يتسبب حتى الآن في ظهور مرض خطير مبرزا أن لقاحات المستخدمة لمكافحة جدر القرادة قد تحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أعلنت أمس عن رصد ثلاث حالات يشتبع في إصابتها بمرض جدر القرادة دون تسجيل أي حالة مؤكدة وتتوقع منظمة الصحة العالمية رصد المزيد من حالة الإصابة بجدر القرود في الوقت الذي توسع فيه نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة المزيد في تقارير سنة بن ناوي منظمة الصحة العالمية تتوقع رصد المزيد من حالات الإصابة بجدر القرادة في الوقت الذي توسع فيه نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة وأوضحت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدر القرادة في 12 دولة عضو لا يتوطن فيها الفيروس مضيفة أن ستقدم مزيدا من إرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للدول حول كيفية الحد من انتشار جذر القرادة وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه من الممكن السيطرة على تفشي جذر القرادة ووقف انتقال العدوى بين البشر وأشارت كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إلى أن الغالبية العظمى من الإصابات المسجلة حتى الآن في المملكة تثمثل للشفاء من تلقاء نفسها جذر القرادة مرض معض جديد ينتشر في مجتمعنا بشكل لم نره من قبل لذا علينا أن نعرف الكثير عنه سواء ببلادنا أو بالبلدان الأخرى وإذ لا يوجد لقاح ضد جذر القرادة إلا أنه يمكن إعطاء لقاح الجذر لحماية المخالطين وقال وزير التعليم البريطاني أن الحكومة تتعامل مع الأمر بجدية بالغة وأن المملكة المتحدة بدأت في شراء جرعات من لقاح الجذر وفي جديد الحالة الوبائية الخاصة بكوفيد-19 أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الثلاثة عن تجهيل 200 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقابل تعافي 132 شخصاً وذلك خلال 24 ساعة الماضية بشأن الحقوق احتضنت مدينة بليميم اليوم أشغل اللقاء الجهوي حول البعد الجهوي لألية الاستعراض الدوري الشامل الذي أشرفت على تنظيمه المندبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لقاء تميز بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين والمتدخلين بجهة جليميم وادنون في المتابعة حافظ محضار غالي قرحي وجمال القصص جليميم المحطة السابعة في مصاري اللقاءات التشاورية الجهوية التي تنظمها المندبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إطار إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل محطة دعت عدة من الفاعلين الجهويين يمثلون المجالس الجهوية والجماعات الترابية والمصالح اللام مركزة والمؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان ومرظمات المجتمع المدنية لتعميق التشاور في أفق الانخراطة في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل هدف رئيسية لهذه اللقاءات أولا الهدف الأول هو تقاسم هذا التقرير مع مختلف الفاعلين لمناقشته من أجل إطرائه وتجويده هذا الهدف الأول وفقا للمحددات الأممية في هذا المجال الهدف الثاني والأساسي هو مناقشة مع مختلف الفاعلين كفا ممكن لهم أن يساهموا في تنفيذ التوصيات كما تعلمون بلادنا ستناقش تقريرها في نومبر ستتمخض عنهم جموعة هذه التوصيات إذن هدف الفاعلين المحلين ترابيين سواء كانوا فاعلين عموميين أو مجتمع مدني معنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بتنفيذ هذه التوصيات اللقاء حرص على تمكين المشاركين من تملك طبيعة آلية الاستعراض الدوري الشامل وقضايا حقوق الإنسان التي تثيرها مع استحضار الخصوصيات الجهوية والتحديات والممارسات الفضلة ذات الصلة مداخلات تخللت هذا اللقاء أبرزت أهمية هذه الآلية التي تجسد تفاعل المملكة مع مختلف القضايا الأممية المرتبطة بحقوق الإنسان فهو مهم بالنسبة لمدخلات ديالو لأنه يتماشى مع الرفع من هذه السياسات العمومية سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مهم كذلك في منهجية ديالو لأنه اشترك لنا الفاعل المدني والفاعل العمومي مهم كذلك في المخرجات ديالو لأنه يصب تعديل تقرير شامل المملكة فيما يخص حقوق الإنسان جهة قربين كيفما جميع الجهات عندها خصوصيتها اللي خاصنا أن نتحدع لها بالخصوص العديد من الأشياء اللي هي البطالة وكذلك ما نتج عن جائحة كوفيد على المستوى الجهة وكذلك القطاع الصحي اللي أبان عن هشاشته في هذه الجائحة ديال الكوفيد وكذلك دور المجتمع المدني وما قام به من مساعدات أشغال هذا اللقاء التشاوري الجهوي تضمن تنظيم ورشتين تفاعليتين تناولت الأولى البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية بينما صلطت الثاني الضوء على البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق الفئوية تأمين الغذاء والطاقة في علاقة بالتعاون المبتكر من أجل تكامل إفريقي وتنمية مستدامة محور اللقاء الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية في طار الاحتفال بيوم إفريقيا اللقاء شكل مناسبة لإبراز المبادرات التي يطلقها المغرب بقيادة ملكية حكيمة لخدمة قضايا ومصالح إفريقيا نوال قراري وعبد الفتاح زوان يوم إفريقيا العالمي هنا يتم الاحتفاء به بشكل مميز المغرب ملتزم بانخرطه الدائم بقضايا ومصالح إفريقيا التي تعتبر أولوية في السياسة الخارجية الأمن الطاقي والغذائي أصبح ضرورة قصوى في سياق أزمة عالمية القارة الإفريقية لها المقومات والمؤهلات والمملكة المغربية لديها الخبرة والأورش الكبرى نقدم تجارب المغرب والنقش مع إفريقيا ولسيما المشاريع الكبرى الاندماج الجهوي التي نعرفها القطر دينا ونقدم أيضا بعض المعلومات على المشروع الضخم عنبوب الغاز المغرب نيجيريا والتي هو وسيلة لتطور هذه المنطقة دينا لأننا سيقبر على 13 البلدان وهو مهم في إطار تنمية القطر الإفريقية في هذا الملتقى اليوم نطرح السؤال عن كيفية ضمان أمن غذائي للأفارقة وأيضا أمن طاقي لأنه بدون طاقة لا يمكن لإفريقيا الإنتاج وأيضا تحويل المواد ولتخطي الأزمة إفريقيا موحدة ومتضامنة ومعتمدة على مؤهلاتها الذاتية وصفة فعالة لتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى القاري وأيضا لتأمين خطوط الإمداد مع الشركاء الأوروبيين مشروع خط الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب نموذج رائد دول إفريقيا محتاجون لتعاون المغرب مع نيجيريا لكي نتخطى في المستقبل مثل هذه الأزانات المغرب بالموقع دياله الاستراتيجي وشاركته مع نيجيريا كتمكله ليس فقط بشأنه يحل الأزمة الطاقية من أجل شمال إفريقيا بل يقدر يتعدها إلى التعاون مع أوروبا في المجال الطاقي الانتقال الطاقي بالمغرب تطلب عقودا من العمل الدؤوب ليتحقق والاستراتيجية الوطنية في هذا المجال تقوم على وضع سياسات استباقية لتسريع الانتقال وتحويله إلى نموذج قابل للاقتداء والمشاركة مع الأشقاء الأفارقة احتفالا بذكرى السبعة عشر للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية نظمت جمعية مستغلي ورشاة مجمع الصناعة التقليدية بمجدور بتنسيق مع عاملة مجدور والمديرية الإقليمية للصناعة التقليدية الدورة الثانية لمعرض متجاة الصناعة التقليدية وذلك تحت شعار الاختصاد الاجتماعي طريق لإدماج الشباب الحدث عرف مشاركة أزيد من 28 تعونية مستفيدة من دعم المبادرة منذ انطلاقتها بالإضافة إلى معرض لوحة من التراث المحلي للمنطقة ترجمة نانسي قنقر في إطار احتفالات المخلية لذكر السفاة عشر المبادرة الوطنية التي جاءت من أجل تحسين ومواكبة الأشخاص ومواكبة الشباب في إطار الاقتصاد الاجتماعي التضامني والتي تحسين وضعية الشباب الاقتصادية نظم هذه النسخة الثانية في إطار الشباب المستفيدين من برنامج الاقتصاد الاجتماعي التضامني في إطار برنامج الوطنية البرنامج المبادرة وطنية للتنمية البشرية وبقليميم حرصت الجمعية الإقليمية لصانعات الكسكس على تنظيم ورشة تفاعلية بإطار برنامج التكويني الذي يستهدف النساء المنطبيات تحت لواء التعاونية الإنتاجية حيث ارتكز التكوين على تمكين المستفيدات من آليات التسويق الإلكتروني وأهميته في الرفع من الدخل الفردي للنساء داخل التعاونيات تكويننا يندرج في إطار برنامج مؤذرة الذي ترعه وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني برنامج مؤثرة هو دعم المشاريع الجمعوية التي كتبت للرفع من نسبة التشغيل لتأهيل القدرات دي المكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واللي احنا اليوم وصلنا فيه أن عدد المستفيدين جاوز 15500 وصلت النسبة المئوية للاستفادة المرأة القروية والشباب إلى 48% من المشاريع الممولة في هذا الإطار جاهزون لتقديم مختلف أشكال الدعم المتعلقة بهذا الموضوع الذي يهمه تعاونية نسبة القروية سواء على مستوى التأثير القانوني وأيضا على مستوى المواكبة فيما يتعلق بالجوانب الإلكترونية في إطار الرقمنة والتي تنهجها الدولة في مختلف القطاعات بات تسويق تعاونية نسائية واحدة من الإكرهات التي يجب اعتمادها في اتجاه مواكبة المتغيرات الدولية في هذا المجال في شانية الرياضي احتضنت العيون دورة تكوينية للحكم تنظمها العصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء للسباحة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لللعبة وبحضور حكام وحكمات من الأقاليم الجنوبية وذلك بقاعة الحزام بالعيون المزيد من التفاصيل في روبرتاج محمد بتاح وبوشب عزاب الإتمام بالعنصر البشري هو أهم عصبة جهة العيون الساقية الحمراء للسباحة وهو ما جعلها تقوم بدورة تكوينية للحكام بمعيات جامعة العيون وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لهذا النوع الرياضي حكام وحكمات استفدنا من هذه الدورة التكوينية التي ستستمر على مدى يومين وذلك لأهميات مثل هكذا دورات تكوينية تساعد على التنظيم الجيد وحكام وكفاءات محلية يمكنها تقديم الإضافة لأي تظاهرات ستنظم بالأقاليم الجنوبية يمكنك تشوف تنظيم أول دورة تكوينية للحكام بشراكة مع جماعة العيون والتي تشهد هذه الدورة حضور مؤثر يوسف الحوات وحضور سيدتين اللي كيتعتبروا أول سيدتين صحراويتين اللي غيدوزوا غيكونوا حكمات إن شاء الله والدورة تكوينية عرفات حضور 34 مكوين هي كتتعلق بحكام السباحة وإدارة التدهورات كي ما كنا عرفوه الحكام السباحة والدور ديالهم فتصير التدهورات أو السباخات ديال السباحة فهي كتبتدق قبل التدهورة أثناء التدهورة وبعد التدهورة وكذي بدينا في إطار الإعداد للبرنامج السنوي ديال العصبة فلازم من تكوين ديال الحكام خاصة أنك نعلموه أن العصبة الجهوية ديال العيون الساقية الحمراء هي عصبة فاتية بالأندية ديالها وكذي دورات تكوينية اللي غادت جعلهم يستفدوا منها باش يشرفوا شخصيا يعني الحكام ديال الجهة يشرفوا على تنظيم التدهورات ديالهم مبادرة مهمة قامت بها العصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء بمعية الشركاء والأكاديمية الجهوية العيون الساقية الحمراء للتربية والتكوين لتنظيم هذه الدورة التكوينية التي ستكون ذات قيمة مضافة للمشهد الرياضي بالقليم الجنوبية وما بالك بالسباحة إضافة للبنية التحتية التي تعرفها للقليم الجنوبية وستساعد على تنظيم أفضل التدهورات بمدينة العيو ولن وصلنا للفقرة الخاصة بقراءة في جديد الصحف الصدراء مغدن في متابعة لسلك مجدر نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصدراء يوم غدن الأربعاء من يوم التصباح وكتبته يتندر صحراويون محتجزون في تندوف ومراقبون لملف الصحراء المغربية من طرائف قادة البوليسيريو الذين عدمنوا مواقع التواصل الاجتماعي لاعتقد أن نشر صورة زعيمهم بلباس عسكري وسط الرمال يشكل إعلان حرب وتنبع الصحراويون أن إبراهيم غالي زعيم الانفصاريين سيبث قريبا فيديو في قناته على يوتيوب يتضمن أفلام قصيرة أو ريتينه اليومي حتى يحصل على أكبر عدد من المشاهدات وينافس المحترفي يوتيوب على طندونس أو يلتقط صورة في خيمة ما طريح الفراش وينشرها على انستغرام بهدف جذب تعاطف المؤثرين ونيل بعض الجيمات الحمراء أو يتحدى نفسه ويبث مقطع فيديو في تيك توك حاملا بودقية خشبية متحدثا عن حرب هوجاء ومستعملا كل مؤثرات الصوتية والضوئية للحصول على جوائز المشاهدين صحيفة جود الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية عبرت الجزائر عن انزعاجها من الرسالة التي وجهها عدد من البرلمانيين المغاربة إلى البرلمان الأوروبي حول الانتهاكات التي يتعرض لها سكان مخيمة تندوف جنوب غرب الجزائر وسارعت الحكومة الجزائرية على لسان الوزير الجزائري المسمى من طرف النظام شنقريحة بالمكلف بنزاع الصحراء والمغرب العربي عمار بلاني إلى التعبير عن إسيائها من مضون هذه الرسالة التي فضحت الوضعية المزرية بالمخيمات وكذا رفض الجزائر والبوليساريو إجراء إحصاء لسكانها أي المخيمات صحيفة أنفاس بريس الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية بأن صحيفة لفوز دي الأرابي المكسيكية كتبت بأن النظام الجزائري يتعمد إطالة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يخدم أطماعه في المنطقة وأبرزت الصحيفة أن الجزائر تصر منذ إحداث جبهة البوليساريو الإنفصالية عام 1973 على إنكار مسؤوليتها في نشأة وإطالة النزاع في الصحراء المغربية خدمة لمصالحها وأطماعها العديدة وفي عمود للخبير في العلاقات الدولية سفير المكسيكي السابق بالمغرب أندريس أردونيث لاحظت اليومية بأن العالم برمته بات يدرك أن الجزائر تعمل جاهدة لإطالة أمد هذا النزاع المفتعل لا سيما من خلال رفضها إحصاء ساكنة مخيمات تندوف على أراضيها والذين تحتجزهم ميليشيات البوليساريو الإنفصالية صحيفة بيانديوم كتبت في عددها الصادر يوم غد أربعاء تنظم جمعية الصحراوية للتضامن والتوعية بمشروع الحكم الذاتي والتنمية المستدامة بفرنسا وبشاركة مع المجتمع المدني بجهة الداخل وادي الذهب الملتقى الأول بالداخل وتحتضن وجهة هذا الملتقى بمناسبة حلول الذكرى التاسعة وعشرة لملدي صاحب السمو الملكي وللعهد الأمير مولاي الحسن من السابع والعشرين إلى الثلاثين مايي الفين واثنين وعشرين تحت شعار مبادرة الحكم الذاتي تعزز الواقعية والتوافق لحل دائم لقضية الصحراء المغربية ومن المرتقب أن يعرف هذا الملتقى الدولي حضور شخصيات سامية وأخرى دبلوماسية وحكومية ومدنية من الخارج وكذا الداخل لمتابعة البرنامج الذي يستمر على مدى أربعة أيام ومن يومية الأحداث المغربية نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء وكتبت تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن للاحتفال بالمغرب رسميا على مدى شهر كامل طيلة شهر يوليوز المقبل في منطقة واشنطن الكبرى وقد تم رسميا إقرار يوم 15 يوليوز من كل سنة يوما للمغرب في واشنطن من طرف عمدة المدينة موريل بورز حيث سيتم الاحتفال هذه السنة بيوم المغرب وبعض مظاهر مورثه الثقافي والحضاري ويأتي القرار بعدما حازت شبكة المغربية الأمريكية على إقرار رسمي ثاني من طرف عمدة مدينة واشنطن للاحتفال بالمغرب بعد خطوة مماثلة من طرف عمدة مدينة ألكساندريا جوستين ويلسون بولاة فيرجينيا قبل سنتين بتخصيص يوم عشر يوليوز من كل سنة يوما للمغرب انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم التراحي حسان ولحويسين عن سن تناهز 73 سنة الفقيد ينتمي لقبيلتين مسوعلي كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم ضافة والبجمعة والعمار عن سن تناهز 62 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة شرفاء القيبات أولاد طالب تاغمض الله الفقيدين بواسع رحمته واسكنهما فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه رجعون وقبل الختام نبقى مع توقعات الجوية المنتظرة لـ 24 ساعة قادمة بحول الله حيث من المنتظر أن تبقى لجواء حرى نسبيا شرق الأقاليم الجنوبية ومع جواء غائمة جزنيا أخصى جنوب البلاد ومستقرة مع سمق قليلة السحب فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 26 درجة بالرباط 21 درجة بسي ديفني 26 درجة بقليمي 28 درجة بتانطان 37 درجة بكل من أسا والزاك 24 درجة بترفعية 31 درجة بالعيون 35 درجة بسمارة وبكرا 26 درجة ببجدور كما ستصل درجات الحرارة إلى 38 درجة بيقلس الزمور ومضرقة 23 درجة بالداخلة 40 درجة بأوسر 26 درجة بالكويرة حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان لها الشمال الرباط وقوي الهيجان ما بين راسيم وراسكير شرق الشمس بالعيون سيكون بحول إلى على الساعة 7 صباحا وأربع دقائق وغروب على الساعة 8 مساء وأربعة وثلاثين دقيقة درجات الحرارة ببعض المنطقة مجاورة لبلادنا ستصل إلى 28 درجة بنواذي و 26 درجة بنواكشوت 42 درجة بيطار 40 درجة بكل من كيهيدي وزويرات 38 درجة بتوذني 39 درجة بالرابوني و 37 درجة بتندوذ والآن نبقى مع تذكير بالعنوين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية استراتيجية سباقية لتعامل مع انطلاق منظومة لتفاعله بشكل سريع مع الإنذار العالمي المتعلق بجذري القرادة ورصدنا من جليمي ما شغال اللقاء الجهوي حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل الذي أشرفت على تنظيمه المندوبيا الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومن العيون دورة تكوينية للحكام تنظمها العصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء للصباحة تحت اشرف الجامعة الملكية المغربية للعباء بحضور حكام وحكمات من الأقاليم الجنوبية ليسوا ذي النشر شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء